بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارس مكرر جبر المصوفات ومع الجزء السادس والأخير من الدرس الخامس فيه بعض المسائل المسألة الأولى ما هي قيم الـ X التي تجعل هذه المصوفة التي أمامنا لها معكوس علمنا فيما سبق أنه هذه المصوفة من النوع المثلثة العلوية لأن الأصفار توجد تحت الكتر الرئيسي كما نرى وعلمنا أن شرط أن تكون لهذه المصوفة معكوس لابد أن تكون عناصر الكتر الرئيسي عناصر غير صفرية ففي البداية نتعرف على ما هي القيم التي تجعل أحد عناصر الكتر الرئيسي صفرا ونستثنيها من قيم X فالعنصر الأول X ناقص واحد نسويه بالصفر هذا معنى أن X تساوي واحد العنصر الثاني X زائد 2 يساوي صفر معنى أن X تساوي سالب 2 العنصر الثالث X ناقص 4 يساوي صفر معنى أن X تساوي 4 أي أن هذه القيم إذا وضعت مكان X لا حصلنا على صفر واحد على الأقل في الكتر الرئيسي وهذا يجعل المصفوفة ليس لها معكوس إذن فقيم X المتاحة هي كل قيم الأعداد الحقيقية ما عدا مجموعة الأعداد 1 وسالب 2 و4 ومع المسألة التالية find all values of X and Y نوجد قيم XY for which A is symmetric التي تجعل هذه المصفوفة مصفوفة متماثلة علمنا أنه لكي تكون المصفوفة متماثلة لا بد أن تتماثل العناصر حول القطر الرئيسي فلا بد أن يكون X ناقص واحد يساوي أربعة وهو العنصر المقابل له وكذلك Y زائد 2 لابد أن تساوي ثلاثة إذن المعادلة الأولى X ناقص واحد يساوي أربعة وهذا معنى أن X تساوي واحد زائد أربعة أي تساوي خمسة والمعادلة الثانية Y زائد اثنين يساوي ثلاثة هذا معنى أن Y تساوي ثلاثة ناقص اثنين يساوي واحد بهذا أحبتي نكون قد أنهينا الوحدة الأولى من المقرر والتي كانت تتكلم على المصفوفات واستخداماتها في حل الأنظمة الخطية وإلى اللقاء في الوحدة التالية التي تتكلم عن المحددات واستخداماتها في حل الأنظمة الخطية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين